عملت جاهدة لأخشع في الصلاة لكن أجدني دائما غير خاشعة في الصلاة بشكل كامل أولا هل صلاتي صحيحة مع هذا الاجتهاد ثانيا الطرق والوسائل التي تساعدني على الخشوع في الصلاة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبعه ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوابا على هذا السؤال المهم والحساس والذي يسأل عنه الناس جميعا وليس أغلبهم ومعظمهم كل الناس له علاقة بالصلاة كل الناس رجالا ونساء كبارا وصغارا يعانون من هذا الفلتان الذهني من ضعف التركيز في مسائل الصلاة وأنواع الصلاة فهل من وسائل هل منهؤون أحل؟ نقول نعم لابد بما أن هناك من فاز بالخشوع ممن قرأنا عنهم أن حالاتهم وأوضاعهم في الصلاة على نحو عجب لكن هؤلاء ليسوا بحل سحري يصبح الإنسان خاشع في الصلاة ليس هناك يعني ضغط على زر معين يخشع الإنسان في الصلاة لا لابد من اتباع طرق معينة من بينها مثلا أن يعتبر أن في الدورة الزمنية هذه اللي هي واربع وعشرين ساعة عنده خمس مقابلات مع الملك جل جلاله مع الله عز وجل فهي مواعيد يعني محددة وقليلة جدا ثانيا أن الله عز وجل الله هو الذي اختار هذه المواعيد هذه المواقيد تعصرات الظهر ويكتا وزعصر ويكتا والصبح ويكتا وهي من أعظم الأوقات بركة وزكاة ونفعا وبالتالي تعينه على أن يستحضر آلة الخشوع في الصلاة من بينها أيضا أن يعلم أن الله عز وجل لا يبالي بالأشكال والصور والاستقامة وما إذلك وإنما ينظر إلى القلب والعقل وهما السنترال هما المركز الذي يحث الجوارع على الخشوع إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من بينها أن يعلم أن الله عز وجل يبطلع على القلوب على العقول وأن ما بعد ذلك القلب والعقل هم الذين يسيطران على الجوارح ويبعثان على الهيبة والرهبة للخشوع من بينها أن يعلم أن الصلاة ميدان ميدان معركة وأن العدو الذي يفسد عليه صلاة هو الشيطان وأن الشيطان الذي علمت الميدان علمت العدو وعلمت سلاح العدو أن الشيطان يقول أتحدك سأنزل إلى ميدان المعركة إذا نزلت إلى الصلاة وسأركز على عقلك في الفلتان في التيهان في عدم التركيز سأخرجك من الصلاة إلى المطبخ إلى الرياضة إلى الملعب إلى السوق ونخليك تركز في هذه الأشياء فكيف أنا أعلم عدوي وأعلم ميدان المعركة وأعلم سلاح العدو ثم لا أعد له بأن أبقى مع الصلاة ثم حتى مما يعين على الخشوع في الصلاة أن الصلاة ليست مرتبة واحدة ولا عمل واحد وإنما هي تنوع إذا كبر تكبيرة الحرام شعر بأنه خلاص لا علاقة له بالأشياء ثم إذا قام يتلو